اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وذلك بحضور وزير النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة مشروعات وأنشطة وزارة النقل على مستوى الجمهورية وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بالإضافة إلى ميناء الإسكندرية الرئيسي وما يتعلق بساحات البضائع العامة والبوابات وساحات الحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات بميناء الإسكندرية لصالح منشآت الميناء ودراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل وذلك لتطوير الأداء وتعظيم الناتج لصالح عملية التنمية الشاملة في مصر وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك عملية استكمال وتطوير ميناء السخنة وإنشاء المناطق اللوجستية بالميناء والساحات الجديدة كما استعرض السيد الوزير أعمال تطوير ميناء دميات خاصة ما يتعلق بحواجز الأمواج والممر الملاحي والتكريك وشدد الرئيس السيسي على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء على وجه السرعة من إنشاء تلك المحاور لما لها من مردود حيوي لكونها تمثل شرايين تواصل ما بين ضفتي النيل وتعد وسيلة آمنة فيما يتعلق بسلاسة تنقل الأفراد وكذلك مردود اقتصادية تمثل في تسهيل عملية التجارة وعبور الشاحنات وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس سيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بوسائل النقل الجديدة التي تم إضافتها لمنظومة النقل العام الجماعي في مصر خاصة ما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف والمنوريل والقطار الكهربائي السريع وأعمال المحطات والأعمال الانشائية والكبار العلوية على التقاطعات وخطوط السير لتلك الوسائل وسائل النقل الحديثة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام في مصر حيث ستربط أنحاء الجمهورية ببعضها من خلال شبكة الموانئ والمطارات وهو ما يصب في خدمة عملية التنمية المستهدفة في كافة المجالات في مصر